تقارير بلجيكية آدم زرقان لاعب المنتخب الجزائري مطلوب في البريمير ليج أفاد موقع فوتبول كرانتا البلجيكي أن مسؤولي فريق ويلفرهامتون الإنجليزي تواصلوا مع نظيرهم من نادي شارل لوروا للاستفسار عن وضعية اللاعب الجزائري آدم زرقان وهم مستعدون لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب الواعد مشيرا إلى أن إدارة النادي البلجيكي ستطلب مبلغا لا يقل عن 8 مليون يورو لبيع عقده في شهر يناير المقبل ليكون شارل لوروا الرابح الأكبر في الصفقة وبعد 6 أشهر فقط من ضمه لزرقان وتناولت العديد من المواقع الإنجليزية أن نادي ويلفرهامتون ومدربه البرتغالي برونو خاصة أنه خريج أكاديمية نادي باراداو يجيد القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية في نفس الوقت وتم تشبيهه بالنجم البرتغالي للزئاب حاليا جواو موتينيو وإذا ما تمت الصفقة فسيكون زرقان اللاعب الجزائري الثالث في البريمير ليج سعيد بن رحمة ورياض محرس سابقا وكانت تقارير إعلامية بلجيكية كشفت في وقت سابق عن اهتمام قطبا ميلانو بالدولة الجزائري آدم زرقان متوسط ميدان نادي شارل لوروا البلجيكي بعد تألقه في الآوينة الأخيرة وخطفه الأنظار في الدولة البلجيكي وأوضحت ذات المصادر أن كشافي الروسينيري والإنترستا أبدأ اهتماما بخدمات زرقان وبالصفة كبيرة نادي ميلان الذي يسعى لضم لاعب جديد على مستوى وسط الميدان الدفاعي خلفا للإفوار فرانك كيسي المرشح للرحيل في نهاية الموسم الحالي آدم زرقان لاعب متميز جدا نتمنى له التوفيق في حال انتقاله إلى الدولة الإنجليزية أو الإيطالية قولنا رأيكم في التعليقات ولا تنسوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته